السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في فيديو جديد مادة اللغة العربية للمستوى الرابع صفحة 121 من كتاب الواضح في اللغة العربية إذن هنا الوحدة الرابعة بعدوان الفلاحة والصناعة والتجارة نص اليوم بعدوان إصط إطعة الخزب إذا نبدأ من أتهيأ السؤال الأول ما هي الأدوات التي تصنع من الطين إذن من الطين تصنع أدوات سندقل بعض منها أواني فخارية مزهريات أكواب هناك أيضا مرعد هناك أيضا طاجين إذا سندقل بعض منها أواني فخارية مزهريات وأكواب الأدوات التي تصنع من الطين أواني فخارية مزهريات أكواب السؤال الثاني أتحدث عن بعض المدن المغربية التي تشتهر بصناعة الخزب من المدن المغربية التي تشتهر بصناعة الخزب آسفي ومدينة سلا من المدن المغربية التي تشتهر بصناعة الخزب إذا مدينة آسفي ومدينة سلا ننتقل إلى ألاحظ سؤال الأول أضيف كلمات قبل أو بعد العلوان لأحصلها على علوان مغاية إذا لدينا هنا علوان قصة إطعة الخزب يمكننا أن نضيف كلمة قبله أو بعده إذا قصة إطعة الخزب الأثرية أو الفنية لا يمكن أن نكتب الأثرية أو الفنية سؤال الثاني الصورة تمثل لوحة فنية تعكس دلالة العلوان أصف مشاهدها المركبة إذا الصورة تعكس دلالة العلوان أي كيفية إنشاء أو كيفية تصنيع الخزب إذا سنصف المشاهد التي توجد في هذه الصورة هناك تشكيل الفخار باليد هناك أيضا تزيين الأدوات التي تصنع من الطين وهنا إدخال الأواني إلى الفن إذا ألاحظ نكتب هنا ألاحظ ثانيا تشكيل الفخار باليد تزيين الأدوات التي تصنع من الطين إدخال الأواني للفن إذا تشكيل الفخار باليد تزيين الأدوات التي تصنع من الطين وإدخال الأواني للفن ثالثا انطلاءا من العلوان والصورة أتوأى ما سيتحدث عنه النص العلوان هو قصة إطعة الخزب والصورة تبين مراحل تشكيل أو صناعة الخزب إذا سنتوقع بأن النص سيتحدث عن كيفية صنع الخزب أتوقع أن النص سيتحدث عن كيفية صنع الخزب إذا ننتقل إلى الصفحة 122 تتمت التمارين أفهم وأحلل إذا هنا تتمت التمارين أفهم وأحلل نبدأ من السؤال الأول نرى النص بصوت منطفع أيضا هنا إذا نبدأ من السؤال الثالث لأن السؤال الأول والثاني فأرأت النص أشرح الكلمات انطياءا من الصياء مرأة وقضي صر إذا هذه الكلمات سنشرحها حسب موقعها في الجملة أو حسب صيائها في النص إذا مرأة مرة وقضي إشعالي صر خبأ حسب النص إذا نشرح هذه الكلمات حسب النص مرأة مرة وقضي إشعالي صر خبأ إذا ننتقل إلى السؤال الرابع أبحث عن عائلة كلمة صنع إذا كلمة صنع هنا سنبحث عن عائلتها هناك كلمات كثيرة إذا نكتب صنع صانع إذا صانع أيضا صناعة صناعة مصنوع مصنوع صنيع صنيع مصنوع صناعية صناعية صنائع متصنع متصنع يصنع إذا نعيد الدولار شأفة فخار أطوح بالشأف وطوع الصانع الإطعة هناك كثرة خبز كل آلة تدور على محوار جعلها طيعة أرمي بها في الهواء إذا الدولار هو كل آلة تدور على محوار إذا نصلها بكل آلة تدور على محوار شأفة الفخار أي كسرة خزر أطوح بالشفأة معنى أطوح هي أرمي إذا أرمي بها في الهواء طوع الصانع الإطعة جعلها طيعة إذا نصل كل كلمة بمعناها ثم ننتقل إلى السؤال السادس متى التأط كمال شأفة الفخار إذا هذه الأسئلة نجيب عنها من النص سؤال السادس ما أخط كمال الشأفة الفخار فل сигيب إلا المدرس السادس لماذا لم يرمي كمال شعفة الخزفي بعيدا؟ لماذا لم يرمي كمال شعفة الخزفي بعيدا؟ سؤال السابع لأنها رجته ألا يفعل لأنها رجته ألا يفعل سؤال الثامن ورد في النص تحديد للمصار الذي تسلكه إطعة الطين قبل أن تصير إطعا فنية أحدد هذا المصار أي أن تشكيل إطعة الطين حتى تصبح خزفا تمر من معدة مراحل سنحددها هذا هو المقصود بتحديد المصار أي المراحل التي تسلكها من الطين إلى أن تصبح آنية فخارية إذن السؤال الثامن المراحل أو المصار التشكيل على آلة الدولاب التحول إلى آنية فخارية التزيين بالألوان التجفيف في الهواء الطرق وضعها في فرن ملتهي نعيد التشكيل على آلة الدولاب التحول إلى آنية فخارية التزيين بالألوان التجفيف في الهواء الطرق وضعها في فرن ملتهي السؤال التاسع كم تسلوا درجة الحرارة الفرن لإنضاج الإطاع الفنية؟ دائما الجواب حسب النص 700 درجة مئوية إذن حسب النص 700 درجة مئوية إذن درجة التي تصل إليها الفرن لتجفيف قفعة أو لنضج قفعة الفخار هي 700 درجة مئوية السؤال العاشر ما الذي يدل في النص على أن كمال تلميد مجد ومجتهد؟ ما الذي يدل في النص على أن كمال تلميد مجد ومجتهد؟ إذن هنا حسب أيضا النص هو أول الأستاذ أنا فخور بك فوطنك كسب مشروع طالب في البحث العلمي في المستقبل المنظور الذي يدل على أن كمال تلميد مجتهد هو أول الأستاذ أنا فخور بك فوطنك كسب مشروع طالب في البحث العلمي في المستقبل المنظور سؤال 11 أذكر بعض فوائد صناعة الخزف أذكر بعض فوائد صناعة الخزف إذن الجواب لصناعة الخزف فوائد عديدة فهو لا يفعز أي مواد سامة أثناء الطهر لأنه مصنوع من مواد طبيعية وبالتالي فهو آمن تماما على الصحة فوائد صناعة الخزف عديدة فهو لا يفعز أي مواد سامة أثناء الطهر لأنه مصنوع من مواد طبيعية وبالتالي فهو آمن تماما على الصحة إذن ننتقل إلى السؤال 12 قال الكاتب الأواني المختلفة الأشكال والألوان والوظائف أتكر بعضها ووظائفها إذن هنا سندكر بعض الأدوات المختلفة من الخزف وسندكر أيضا وظائفها إذن بعض الأدوات هناك الطاجين وظيفته الطهي الموئد إشعال النار والطهي أيضا المزهريات للتزيين الطاجين الطهي الموئد إشعال النار والطهي المزهريات للتزيين إذن ننتقل إلى أركب صفحة 123 إذن هنا تتمت أيضا الأسئلة السؤال الأول أحدد الفكرة الرئيسية والأفكار الفرعية لكل فئرة في النص ثم أعنونه وأجتهد في تلخيصه تلخيصا مركزا إذن في البداية سنحدد الفكرة الرئيسية ثم الأفكار الفرعية لكل فئرة ثم نضع علوانا للنص ونلخصه تلخيصا مركزا إذن الفكرة الرئيسية يعني الفكرة رئيسية للنص التعريف بمهنة الخزف وكيفية صنع الأواني الخزفية التعريف بمهنة الخزف وكيفية صنع الأواني الخزفية إذن الأفكار الفرعية لكل فئرة التئاط كمال لشأفة الخزف سرد الشأفة لسئصتها من إطعة طين إلى تحفة فنية سخرية زملاء كمال منه عند شرحه لسبب تأخره فكرة الأخيرة تشجيع الأستاذ لكمال إذن نعيد الأفكار الفرعية التئاط كمال لشأفة الخزف سرد الشأفة لقصتها من إطعة طين إلى تحفة فنية سخرية زملاء كمال منه عند شرحه لسبب تأخره الفكرة الأخيرة تشجيع الأستاذ لكمال إذن سنضع علوان هنا علوان للنص أو تلخيص إذن بعد علوان إذن يمكن أن نكتب في العلوان مهنة الخزف إذن في العلوان هنا يمكن أن نكتب مهنة الخزفي إذن كعلوان ممكنكم كتبت علوان آخر فأعطيتكم اعتراحا مهنة الخزف إذن ننتقل إلى التلخيص التئاط كمال لشأفة الفخار وهو في طريقه للمدرسة حيث دار بينهما حوار حكت فيه الشأفة عن قصتها وكيف تحولت من إطعة طين إلى تحفة فنية وتشجيع الأستاذ لكمال وافتخاره به عند معرفة سبب تأخره عن الفصل إذن نعيد التئاط كمال لشأفة الفخار وهو في طريقه إلى المدرسة حيث دار بينهما حوار حكت فيه الشأفة عن قصتها وكيف تحولت من إطعة طين إلى تحفة فنية وتشجيع الأستاذ لكمال وافتخاره به عند معرفة سبب تأخره عن الفصل السؤال الثاني أعد رفقة مجموعة بطاقة فنية عن المراحل التي يقطعها الطين إلى أن يصبح أواني مختلفة الأشكال إذن الطين يقطع مراحل متعددة حتى يصبح آنية مختلفة الأشكال سندكر هذه المراحل إذن هذا في السؤال الثاني جلب الطين وغربلته هذه المراحل التي يمر منها الطين ليصبح آنية فخارية إذن جلب الطين وغربلته خلط الطين بالماء حتى يصبح عجينا دعك الطين حتى يلين تحريك الدولاب لصنع أواني مختلفة ترك الأواني في الهواء حتى تجف تزيين الأواني بأشكال وألوان مختلفة وضع الأواني في فرن ملتهب إذن هذه المراحل هي التي يمر منها الطين حتى يصبح آنية فخارية إذن نعيد هذه المراحل جلب الطين وغربلته خلط الطين بالماء حتى يصبح عجينا دعك الطين حتى يلين تحريك الدولاب لصنع أواني مختلفة ترك الأواني في الهواء حتى تجف تزيين الأواني بأشكال وألوان مختلفة وضع الأواني في فرن ملتهب ثم ننتقل إلى السؤال الرابع أنشئ فئرة أعبر فيها عن صنعة بلادي في مجال الخزف وأشيد بالصناع المهرة إذن هنا سنتحدث بشكل عام عن صناعة الخزف في المغرب إذن فقط هنا لا عفوا هناك السؤال الثالث ما رأيك في تصرف أصدراء كمال بما تنصحهم وما موقفك من تصرف الأستاذ إذن سنجيب في البداية على السؤال الثالث ما رأيك في تصرف أصدراء كمال هو تصرف سيء بما تنصحهم أنصحهم باحترام زملائهم داخل الإصم أما تصرف الأستاذ فكان رائعا لأنه شجع كمال وعبر له عن افتخاره به إذن هنا سنكتب ثالثا تصرف زملاء كمال كان تصرف سيء أنصحهم باحترام زملائهم داخل الإصم أما تصرف الأستاذ فكان رائعا لأنه شجع كمال وعبر له عن افتخاره به سؤال الرابع أنشئ فأرة أعبر فيها عن صنعة بلادي في مجال الخزف إن صناعة الخزف في المغرب مميزة وتدل على مهارة الصانع المغربي في هذا المجال سؤال خامس إذن توقعتنا كيف كانت توقعاتي صحيحة فالنص تحدث عن كيفية صناعة الأواني الخزفية نحن توقعنا في بداية النص بأن النص يتحدث عن مهنة الخزف وكيفية صناعة الأواني الخزفية وهذا كان صحيح فالنص تحدث عن كيفية صناعة الأواني الخزفية إذن هكذا نكون أنهينا تمارينا الصفحة 121, 122, 123 من الكتاب الواضح في اللغة العربية للمستوى الرابع لدعم الأنات المرجو الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم كل الدروس